إلى ما يسعى هذا الرجل تناقضاته فقط توحي بنزعة توجيهية وأجندة مخفية هو لا يكترث كثيراً لطموحات شعب يسعى لبناء دولته ما يهمه هم أربابه الذين يدين بالولاء لهم الإمارات الدعمة الأكبر لمجرم الحرب حفتر سبق وإن اشترى الذمة برناندين ليون المبعوث الأسبق للأمم المتحدة لدى ليبيا لم تخفي علاقتها بل وسعيها لشراء سلامة فسلام ومنذ زمن يعمل موظفاً لدى الإمارات في معهد ساينسيس بو الإماراتي كأستاذ للعلاقات الدولية بالإضافة لكونه جزءاً من المجلس الاستشاري لمعهد السلام الدولي الذي ترعاه الإمارات وتم تكريمه بجائزة مهرجان أبو الظبي لتعزيزه حوار الثقافات منذ أن شغل سلام منصبه كمبعوث أممي لليبيا لم يخفي رغباته في تمرير مشروع أبو الظبي والقاضي بدعم مجرم الحرب حفتر لاحظ متابعون خاصة بعد إعلان حفتر عدوانه على العاصمة وتورطه في جرائم حرب جديدة وثقها المجتمع الدولي لم يكن لسلام موقف واضح تجاهها ففي حين يقتل الأبرياء ويقصف الآمنون بطيران الإمارات يمارس سلام هوايته في المتابعة بصمت قصف فندق ريكسوس المكان المعتمد لاجتماع البرلمانيين وهو مكان مدني وقد يعد قصفه جريمة حرب فصمت سلامة قصفت سيارات إسعاف وطالبت مؤسسات بتوثيقها كجريمة حرب وسكت سلامة لكن أهل طرابلس خرجوا مستنكرين هذا الصمت المقيد مما اضطر سلامة أن يخرج ببيان واحد يجمع هذه الجرائم كلها ويعرب فيه عن قلقه الأمر تعد ذلك ففي حين انتظار إحاطة سلامة في مجلس الأمن ليعلن عن جرائم حفتر خلط الأوراق واستخدم الألفاظ التي تحتمل ارتكاب هذه الجرائم من الطرفين فعمم ولم يخصص وبعثر الأدلة لتشمل الجميع بل لم يزل يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه مبعوث ليبيا للأمم المتحدة المجربي كشف لوزارة الخارجية عن خيوط جديدة لمؤامرة سلامة في إحاطته السرية لدى مجلس الأمن والتي قال فيها إن مقاتلين من مدينة إدلب السورية يقاتلون دفاعا عن العاصمة ليترك علامات استفهام عديدة عن دور سلامة الحقيقي وإلى ما يرن سلامة اشترك علامات استفهام عديدة كل salahنا